لا مؤشرات على أي حل للأزمة اليمنية يؤكد معهد واشنطن الذي نشر مقالا تحليليا عن الوضع في الحديدة أشار فيه إلى أن توقف القتال فيها لا يعني وقف إطلاق النار فالحوثيون وفق التحليل الأمريكي لا يمكن لهم قطع علاقتهم بإيران كما تريد السعودية ولا التخلي عن الحديدة كما هو شرط الإمارات مما يضع التحركات الأممية في موقف صعب الجهود الأممية نجحت حتى لان في أخذ وعودا من التحالف والشرعية بوقف التقدم باتجاه المدينة أو الميناء لكن تلك الجهود لن تصمد طويلا فتوقف القتال ينتهي في الثالث من هذا الشهر أي قبل يوم من زيارة مرتقبة من قبل المبعوث الأممي للرئيس هادي في عدن وهي الزيارة التي أتت بعد جولة أممية شاملت صنعاء وعدن ومسقط تبدو الحكومة مصرة على موقفها فقد جددت السبت الماضي تمسكها بانسحاب كامل لميليشيا الحوثي من الحديدة وليس فقط عن الميناء وقال بيان الحكومة إن تحرير الحديدة ياتي ضمن التزامات الشرعية بحماية اليمن وأشار بيان الحكومة إلى أن الحوثي يعتمد سياسة التسوف والمماطلة كونه يتلقى الدعم من إيران التي أكد البيان بأنها تحمل أطماعا توسعية في اليمن مصير الحديدة يبدو أنه سيظل مجهولا في ظل تذبذب المواقف العسكرية والسياسية خصوصا وأن الخلاف بين الأمم المتحدة والشرعية حول الحديدة لم يحسن بعد فالحكومة وخلافا للرؤية الأممية ترى أن تحرير الحديدة بالكامل هو الخطوة الأولى لإخضاع الحوثي للعملية السياسية فضلا عن كونه تنفيذا لقرار مجلس الأمن لكن التساؤل ما يزال مفتوحا عن مصير المدنيين العالقين بين ميليشيا تتخذهم كدروع بشرية وشرعية لم تحسن بعد أمر تحريرهم